مرحبا يا ربما كيفكم اليوم رجعت لكم فيديو جديد من قناتي اسراء جامر اليوم هذا الفيديو رح يكون عبارة عن شرح للمهام يلي بيكا اكتل تبع لها الوين لل 2020 هدول كيف بدكم تخلصوهن وهيك يعني شرح لقلون وكمان شو رح يعطوكن بالجائزة لانه انا اكتشفتها بالصدفة انه كيف بتقدرو تعرفوا شو يعني كيف تقدرو انكم تعرفوا شو رح يعطوكم بالهدية و بس اه قبل ما نبلش اشتركوا بالقناة وحطوا لايك و بس اه بحبكم كتير هلا يلا خلونا نبلش اوكي اه حيواني اول شي بدو حنان مع ان لساتنا هون يلا نعطيه حنان ونكمل يعني ونبلش والمهم يا جماعة طبعا بعد الفيديو قلت لكم رح فرجي لكم المهم وكيف بتخلصوا الافنت كلان اوكي اه طبعا رح نبلش باول واحدة ويلي هي هون هي الاولى فيا مكتوب طبعا هي بالفرنسية لا هيك انا رأى ترجمة لكم ياها سيد جوج كمباتيبل نو كمباتيبليس اوكي طبعا هاد كان كمان بالفرست انيفرسي طبعا البيكا اكس دي معناه انه هاد الاول انه اذا خلصتوا كل هدول التحديات ورفيقكم خلص كل هدول التحديات وجميع اللاعبين خلصوا جميع التحديات رح يعطونا هدية بالطالي والهدية رح تكون ما رح احكي لكم هلا بس لما رح خلص كل السرح رح احكي لكم عن شو رح يكونوا الهدايا كلان اوكي التانية ده في شاش او سيد خبيل اوكي اه طبعا اه لازم اه لحظة طبعا لازم انكم تجمعوا شغلات هيكا اه البابكنز عرفتوهم مس انا هلا جمعتن كلان لهيك ما رح لاقيهم ما بارز رح لاقي واحدة اولا لحظة اشوفوا الكون اذا لقيتا رح فرجي لكم ياها تعالوا guys اوه بتراعب 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 اوكي ما في مشكلة هلا خلينا نشوف انه اذا لقىنا شي بابكن يلا 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 بابكن اوكي يا جماعة ما في شي بابكن بس رح فرجي لكن هيك بتكون تقريبا بهاد اللون البرتواليبسية بتكون ذهبية لازم تجمعوهن طبعا بتكون تلاتين واحدة باليوم انتو لازم تجمعو كل يوم تجمعو تلاتين كل لون طبعا بتلقوهن في كتير اماكن كمان انا نزلت عنو الفيديو و انا مجمع هدول البابكنز و جمعت تلاتين واحدة باليوم يا جماعة لازم تجمعو كل لون لحد ما تصير عنا مية بالمية وطبعا الهدية رح تكون ما رح احكي لكم هلا يلا هاي الثانية بتحكينا كولكشون دانيمو كمبلتا كولكشون دانيمو سبيسيو دالوين اوكي هاي معناتها انو لازم تشتروا تلات حيوانات وتفتحوهن عسان يعطوكن الهدية طبعا رح فرجي لكم هاي الحيوان يلي بدكن تشترواه مين يعني مو اي حيوان لازم تشترواه لا لازم تشتروا حيوان ويطلع لكم متل هات متل هات طبعا اشترت اول واحد وشترت كمان تانية بتستنى انو تفتح طبعا من هون من هون بتشتروه طيب ماشي من هنيك شفتو من هاي هاي المكان الجديد هاي البيضة بخمسة الاف تشتروه طبعا لانا بقدر ان افتح هاي البيضة بس ما بدي هايذ اي هايه هاهه師 فتح Иison ها هايه اي اي ايه هي اي 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 ا describing قال ناا اي 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 كفر ساعد YES يعني او سكاش الكفر ساعد PRI Crow وقعناطا انه اين هو نساعد Cfbus انه الازم تلاقل Cfelect ها ه spoiler box انا زلت عنو فيديو او لسه رح ناش نازله ما بعرف المهم رح فرجي لكم هلأ مكانه طبعا شفتوا هاي لازم تدخلوا على هاي المنارة اوكي لما بتدخلوا عليها هون بتيجوا بعدين بتدخلوا هون بتوقفوا هون تنطوا هون بهذا الحصاء بيكون بيكون هون شو اسمه السندوق المهم انتوا احكولوا اذا اخدتوا قبل ساتكن ما اخدتوا اوكي طبعا رح استغل هايك الفرصة باخدصوا هاي الصورة رح نزيلها عندي بالانستقرام اوكي اند واو شوفوا البيوت شكلان من هون طيب يلا نمولي يلي بعدها يلي بعدها عنا شس ان بمبون ريكوبر تو لبنبون فور لشارسير روبوت يعني معناتها لازم نجمع الحلويات يلي عم تطلبون منها الشريرة او الربط شريرة شو عم يسير شو عم يسير او مي جود شو عم يسير شو عم يسير يا الله شو عم يسير لا يا جماعة شو صار معي لا انا شو عم يسير معي لا بليز شو عم يسير شو عم يسير معي شو عم يسير معي لا بليز لا خلاص علقت اوكي جايز هيني رجعت لا تخافوا بس علقت لابة هيني رجعت داخلي علو لابة عشان فرجي لكون كيف بدكن تجمعوا هاد الاشي اللي حكيت لكن عنو ويلي هو لازم تجمعوا الحربيات اللي بتكون بالارض طبعا مو بس بتكونوا بتتمسوا وطلقونا لازم هون تروحوا لحظة فرجي لكم لا مو من هون مو من هون قايز بس بتي فرجي لكم اوكي بتروحوا لحظة لا مو من هون لحظة نروح من هداك المكان تاني يلا 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 نروح يلا نروح هون هاي لازم نروح لعنده ونجمع هادول هادول الحلويات طبعا هادول شفتو هون هيك بتلاقوا اشباح بيتمشوا حاملين حلويات احنا لازم نجمعهم كمان اذا كان عندكن اللبسة الفضائية يعني مو الفضائية السريعة بتقدروا تلبسوها عشان جمعوا كتير من النون طبعا لازم بس ضلكم بتلعبوها 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 لحد ما تصيروا خلاص زهقتو اوكي وبعدين خلاص بتخلصوا هديك المهمة طبعا هي مهمة كتير سهلة اوكي وبنقدر نخلصها كتير بسرعة وهاي الاخيرة اسمها بروغريسيون دولة تغمينتو لز افنمان انديفيدويل يعني لازم تخلصوا كل هدول الانديفيدويل معناتا انه لوحدكون يعني العمل الفردي يعني مو عمل الفردي معناتا انه بدون هاد الاول هاد الاول لا ضعي انكم تخلصوا لازم تخلصوا هاي الاولى اللي بتجمعوا فيها البابكنز التانية تبع الحيوانات التانية تبع السوكرت بوكس والرابعة تبع الفخيانديز البونبون شو اسمها بالنجديزية شو اسمها يا الله شو اسمها حلوبيات يا الله كندي ايه كندي يالله لازم تجمعوا الكنديز اللي بيكونوا بعدين خلاص رح يعطوكن الهدية وهلا رح احكي لكم شو رح يعطينا بالهدية طبعا الاولى رح يعطونا فيها شي شغلة تبع الهلور وكمان شي ملابس يعني رح احكي لكم من وين عرفتها شفتوا هنيك شو مرسوم شفتوا هون شو مرسوم شفتوا هون مرسومة طائية اوكي والتانية اللي فيها تجميع البابكنز رح يعطونا آطات للبيت او صباغة للبيت طبعا شوفوا هون في شغلة مرسومة فيها كنباية مع اللامب يعني معناتها انه رح يعطونا شي شغلة تبع البيت الثالثة تبع الحيوانات رح يعطونا شي ايتم جديد للحيوانات مثلا مكان اكل او مكان صباحة او هيك شي مكان المهم شي شغلة تبع الحيوانات وهي تبع الشوكريت بوكس رح يعطوكم هاد الباق ليش لانه هون مرسومة كمان انا اعطوني اياه اوكي وهات تبع الحلويات تبع الكنديس رح يعطوكم شغلات للبيت او صباغة للبيت او طلاق البيت المهم والاخيرة يا جماعة رح يعطونا مجوهرات شفتو هون مجوهرات وملابس يعني لازم يجمع كلنا نتضامن ونتعاون وكلنا نخلص هادول كلهم يعني ان اليوم عملت شرح انتو هلأ روحوا بترع اللعبة ادخلوا وجمعوا هادول حيوانات اشتروا حيوانات جمعوا هادول بابكنز وروحوا كمان وخدوا الصندوق السري وجمعوا حلبيات لحتى كلنا نتساعد عشان نربح في هاد الابنت اوكي عفكرة انا كتير متحمسة بتمنى تكونوا فهمتوا شلون انو الاولى رح يعطونا فيا ملابس او طائية التانية رح يعطونا فيا اطاة البيت اطاة رح يعطونا اشي طبع الحيوانات رابع سوكريت بوكس بيعطوا باق طبع الكانديز بيعطونا شغلات البيت والاخيرة يلي لازم تخلصوا كل اشي لما رح تخلصوا كل اشي رح يعطوكن مجوهرات وكمان ملابس ياي انا يا جماعة كتير متحمسة انتو كمان احكولي بالتعليقات اذا كمان انتو احبيتو السريح وهيكا وفهمتو شلون علي وهيكا و بس انتو اللي ادخلوا على اللعبة اشتروا حيوان اول اشي رحوا اخدوا السندوق السريح اللي ساتوا اخده وكمان رحوا و جمعوا الكانديز اللي حكيت لكم عنهم وكمان جمعوا البابكنز عشان نربح كلنا اوكي كمان بس هيك يا جماعة بنكون خلصنا الفيديو أتمنى يكون أعجبكم وبس لا تنسوا اشتركوا بالقناة حطوا اللايك وبس بحبكم كتير باي